الآن الميتازوه الي هي الموتيزيولار организم يديه 2 ثلاث نبدأ بثلاثة نبدأ مع السستودة اللي هي تيب لايك وان الديدان الشريطية السيجمنتد وان عدم بيها أوردار أوردار السيدوفيليدية أخذناها سابقا بالمحاضرة الأولى والثانية تشمل الدايفيلو بوثريام لاتم وسبيرومترا نبدأ مع أوردار السايكلوفيليدية وأيضا بدينا بأوردار السايكلوفيليدية أخذنا التينيات تينيه سجناته تينيه صليوم تينيه ملتسيرس نكمل أوردار السايكلوفيليدية ضمن نفس الفامل حناخذ دودة الأكياس المائية اللي هي إيكاينو كوكس جرانيولوسس وإيكاينو كوكس ملتيلوكيولاريس إذن هذي very important one يكون هالصيب الإنسان اللي هي دودة الأكياس المائية إيكاينو كوكس جرانيولوسس إيكاينو كوكس إدنا three different forms of إيكاينو كوكس found in human body ok? il first one and most distribution and important in human body هي إيكاينو كوكس السبب منه يوني ليكيولار إيكاينو كوكس أو يوني ليكيولار هيداتي الدزيز دودة الأكياس المائية وحيدة الكيس المسبب هو الإيكاينو كوكس جرانيولوسس the second one الإيكاينو كوكس الإيكاينو كوكس الإيكاينو كوكس أيضا متعددة الغرف سمها polycystic هيداتي الدزيز المرض أوكي؟ المسبب إيكاينو كوكس فوقلي وممكن مسبب آخر هو إيكاينو كوكس أولجيراترس لكن أهم الأنماء والmost distribution هي الإيكاينو كوكس الجرانيولوسس لكن مور سيبير هي الإيكاينو كوكس ملتي لوكيولاريس مورفولوجي الإيكاينو كوكس الجرانيولوسس عند الإيكاينو كوكس ملتي لوكيولاريس سمول سستود مجر بتوين 3-6 mm أو 0.6 cm إحنا نعرف جسم السستودة يتكون من السكوليكس اللي هو الهيد نك اللي هي الريجين أوف كراث اللي يتكون من إماتور ماتور السكوليكس الهيد بي فور سكر أوكي؟ ويد رسكلم double row of hooks إذن هي قامت مسلحة لأن تحتوي على الهوك بعدها النك اللي هي الريجين أوف كراث بعدها الستروبلة اللي هي قطع الجسم الماتور ودفرانشييت دوه لقرفت تقريبه تايك الهالب of the body with an branch uterus full with egg. الايج ما لده نفس ايج تينيه سجيناته عن تينيه سجنه. اكي? هادي هي l-adult of the Carolus granulosa. تبدي بي سكوليكس اللي هو الهيد with four sickers, two dorsal and two vertebral and rostulum with double row of hooks إذن هي armed مسلحة بعد اللي سكوليكس نك كنتين جمسل إذن هي الريجن of growth بعدها immature segment undifferentiated segment mature segment كون واضح بي هاليوترس ال ovary, genital poor, كلية واضحة اللي تكون located on one side of each segment بعدها لغرفي السيجمت اللي تيك مور دان الحالب of the body عبارة عن unbranched uterus followed the egg هادي هي الايج نفس الايج of tenias ajinata and tenias all عبارة عن embryo four اللي هو situated thick wall يكون دائما يعني green أو yellow and killer بعدها أو بالداخل الhexacamp embryo genine with three pair of hooks يعني six pairs البيولوجي or live of the egg الإكاينوكوكس have ability to live four than six to twelve months in soil to become or infected to the المان الكتل الشيب يعني جماعة الهير بفورس أنيموس أوكي هدا هو الهيد of the إكاينوكوكس اللي تكون small in size بفورسكر رستو لم دابر رو of hooks بعضيين النك والأوفا أو الأيج اللي هي نفس الأيج التينية سجنات عن تينية صعور embryo four with hexacamp embryo تكون infective لل الانترميدية host اللي هو الهيومان كترشير جوت and live in soil تقريبا 6 إلى 12 months now اللارف stage of the إكاينوكوكس granulosis اللارف stage هي a very important من a unimolecular high dated cyst found in a human body in different organ of the human نشرع على الرسم هذه هي الهيدات السيست هذا مقطع من الكيس الكامل عادة at the site of deposition in a human body ال egg hatch and the hexacamp embryo جنين سداس الأشواك developed وهيدات السيست ما بين size is 0.5 to 1 centimeter in about 5 months growing inside the human body surrounding by vibrous layer is consists from outer layer اللي هي laminated layer and inner layer germinal layer germinal layer contain nucleated cell هي side of asexual reproduction إذا عندي fibro cyst اللي called pericest طبقة الخارجية بعدي آن بعد هي l-acto cyst Okay, laminated layer, ثم الطبقة الداخلية ال-indo-cyst, a germinal layer, اللي contain a nucleated cell responsible for a sexual reproduction, have different faction, very important, leading to the production of broad capsula, هذي large inside the capsula, inside l-heidatis cyst, l-broad capsula attached to the germinal layer by stock, متل nick, متل العنق. Okay, inside l-broad capsula in the thousands of sculligs, من الرؤوس أو قسمي سموها broad sculligs رؤوس بداعية, راس, بيرستولام, and hooks. This cyst, full with the high-dated fluid, li هو السائل, okay, l-li, secretion from the germinal layer. l-heidatis fluid, di kun kelallis, or yellow in kela, l-PS 6.7, containing salt and protein, very important, have antigenic, the uses for antigenic cazzoni test, other for serological test, jisammu cazzoni intradermal test, okay? Sometime, l-broad capsula الحافظة بكاملها, with the thousands of sculligs, detach, تنقطع, and become free in high-dated fluid. In this case, called high-dated sand. يعني متل اللي شابوها بحبات الرهوم. High-dated sand. إذن, عندي l-heidatis cyst. When the human ingested l-egg of echinococcus granulosis, l-egg hatched and released l-hexacanth embryo. l-embryo are the site of deposition in different organs of the body developed to the larvae stage called unilecular high-dated cyst. الكيس الماء. وحيد الغرفاء. At that time, l-growth matter between 0.5 to 1 cm in about 5 months. The site will location, very important in pathogenicity of echinococcus granulosis. Now, surrounding by fibrous layer, l-hiya connective tissue cell. سموها أول طبقة pericest. And forming l-laminated layer, l-hiya ectocyst and germinal layer ectocyst. The germinal layer contains a nucleated cell. Very important. Responsible for production. l-hydated fluid, which is colorless or yellow in color. l-highly antigenic. Okay? l-PS 6.7 containing salt and protein. فما دام l-highly antigenic استخدم. ك serological test, أو intradermal test, called casoni test. From the germinal layer, أيضا production l-brotcapsula الحافظة. اللي contين thousands of scolics, أو رؤوس بداية سموها brotoscolics. This scolics عادي كامل يحتوي على رسطلة and the barrow of hooks. Sometimes, هادي l-brotcapsula and inside l-brotoscolics become free in hydrated fluid. زين هو المنفروض معلق بستوك مثل l-neck with germinal layer. When detached become free in hydrated fluid. In this case called hydrated sun. مثل حبات الرمو. Inside l-highly antigenic. May develop daughter's cyst. من يصير detached. Be laminated angel mineral layer للداخل. أوكي ممكن تنمو إلى كيس آخر داخل الكيس الأصلي سمو هيدات السيست. عادة نيوني يكولر هيدات السيست. May be reach 5 cm in diameter. وممكن رج حتى 20 cm in diameter. طبعا location with size matter very important in pathogenicity. كونتين تو لتر اوف هيدات الدفلويد. وحنا ذكرني الكاركتر اوف هيدات الدفلويد انهو كيلاليس. أو يلو. هايلي antigenic. فأي ديسترويوشن اوف هيدات السيست. لديد توانابي لكتك شوك. توكسيك عن سمتاين ديث اوف اهيومان. إضافة إلى انهو ال-PH-6.7 تقريبا. انت كونتيني صوت عن دروتينات. لايك صوديوم سولفيت. صوديوم سولفيت. صوديوم سولفيت. صوديوم وكاليسيون صوت. دفرنت صوت عن دروتينات. أوكي. الاعتيادي سمتاين من يصير ربجر. بي. البرسيست للخارج. ممكن تكون لي نوع من انواع السكندري هيدات السيست. ممكن هادي الحال. لكن التيتاج من يصير بالطبقات للداخل. يكون لي دوتر سيست. إنسايد المين هيدات السيست. إذن الطبقات هي عبارة عن إكتوس. البرسيست هو الفيبرس لير. الإكتوس سيست اللامينيتيت لير. عادة اللي يفومد فروم. إن دوسيست الجرمينات لير. يعني الفاكشن الجرمينات لير. إنهو فرميشن النامنات لير. إن سيكريشن الهيدات دي فلود اللي هو حيلي انتجينيكاً توكسيك. إذن البردكشن البرد كبسولة والبردس كوليكس. إنهو فرميشن الهيدات دي فلود. مرات تكون بدون حافظة ورؤوس. مرات تكون الحافظة أصلاً فارغة بدون رؤوس. فيسموه استرايل هيدات السيست. يعني عقيم. استرايل هيدات السيست. إذن دكرنا إنهو سمق حيدات السيست تكون استرايل. يسموهو عادر ساينتفك نيم السيفال السيست. السيفال السيست إنهو الحيدات السيست برود كبسولة وداو تس كوليكس. نتيجة بكتريال انفكشن. ممكن كالسيفكيشن. وصمتاين تنتج بروت كابسولة لكن بروت كابسولة without بروتسكوليكس بدون رؤوس فأيضا يكون استرايا الإسم من العلمي أسيفالوسيست يعني أسيفالوسيست كيس عقيم عبارة عن طبقات بدون حافظة ورؤوس أو عبارة عن طبقات وحافظة بدون رؤوس السبب هو يأما بكتريال انفكشن أو كالسيفيكيشن when ingested by final host not developed to adult one يعني ما كرؤوسونك حتى تنمو إلى adult one فمجرد يكون استرايل أو أسيفالوسيست اندوجينوس دوترسيست إنه يصير الربشل أو جير من اللير إنسايد نتيجة كالسيفيكيشن معين أو غير إنسايد فهذا من يصير إنسايد حيث كموان دوتر سيست لكن بالداخل فيسمون اندوجينوس دوترسيست مرات الدتاج أو دستربيوشن يصير للخارج أو flaminated and germinal air فيتكون خارج الكيس الأصل أكياس أخرى فيسمون إكسوجينوس دوترسيست أو إكسوجينوس سيست هدا خاصة بالبور الدستربيوشن أوف سيست قادة إن السيست ميرج إن خمسة سنتيمتر إنسايد سبعين بالمئة أوف سيست فاونت الليفر تين تو تونتي اللانج خمسة بالمئة إن براين والباقي إن دفرنت أرغن ممكن بالكذنية بالسبلين بالبون عد أدر أرغن لكن 70% وين الليفر تقريبا 10% لـ 20% اللانج 5% البراين و أدر إن دفرنت أرغن مغم من هكي دني سبتين بون أدر أرغن عادة الممكن لحيذات السيست كيور أستر تايم أو كالسيفيكيشن نتيجة لقراث تدريجيا أو سمتايم يصير بي ديسترويوشن أو يصير بي كالسيفيكيشن أو يصير بي ربجر و يصير بي تو ديفرنت كلينيكال سام أوكي هذا ما صيره يتعلق بحسب الانفعنم أوكي هذا إذن هو الهيذات السيست عادة الهيذات السيست إنه يتوّل من ديفرنت لايار اللي هي الفايبروس والإكتو اللي سميها بري سيست واللامناتد لايار إكتو سيست والجرمنال لايار إنتو سيست والجرمنال لايار تحتوي على النوكليات السيل بري أمورتان الجرمنال لايار اللي أنها بديفران فكشن بريدفران الهيذات السيست اللي هو هايل انتجينيك السيست وممكن يصير الدتاج أو الدسترمنوش بالخارت كو من إكتو جينا السيست وممكن يكون يونيليكولر هيدات السيست بحالة الإكاينوكوكاس جرانيولوساس وممكن يكون متعدد الغرف الفيولر هيدات السيست بالإكاينوكوكاس ملتي لوكولاريس وممكن أيضا ياخذ شكل البون من الموجود بالبون with not developed لامنين ليرسم موشيز هيدات السيست هادا هو الهيدات السيست مكوناته بري امثل للارف استيج أو إكاينوكوكاس جرانيولوساس الآن الزيارة الإكاينوكوكاس جرانيولوساس هادة الادلت إكاينوكوكاس جرانيولوساس الزيارة في مصر 3-6 مليمتر في مصر في مصر في مصر intestinal tract أو definitive host الدفنitive أو الفاينال هو الدوك اوكي ديسموها الدوك تياب وام اوكي نا افتر تاين اكسكرت الهيد with feces from the final host نحن نعرف انهو الهيد امبرونيت ايق ابارة عن امبرو فور تكسترات براون انكلر كنتين هكسا كنت امبرو الانترميد الانترميد هو الشيب والغوت والكتل inside the small industrial tract hatch release الهيكسا كانت امبرو او قول الانكوسفيا penetrate ال industrial wall with the circulatory system inter different organ المين organ بكر بكر lung lung other organ ممكن اتكون kidney spleen bone marrow اتكون امبرو 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 inside this organ developed to hide that cyst contain larva stiege اللي هي الكياس المائي الهايد that cyst cyst yservi distribution او hatch and and release البرو capsula and protoscolics احنا نعرف انه الاسكولي السرعس يكون invaginated become expaginated attached لل intestinal mucosa of dog كل رأس بين ال region of gross stropilization to immature mature under gravid developed to adult womb تقريبا ما بين 1 الى تقريبا 80 days and executed egg with feces repeated the life cycle either natural life cycle انه ال final host هو dog contain adult of echinococcus granulosis executed egg with feces ال egg البيولوجي قنا live in soil تقريبا 6 to 12 months take by intermediate host اللي هو sheep goat goat inside intermediate host developed larva stage اللي هي l-haidat cyst أو unilecular hyedat cyst when ingested by final host اللي هو dog عتي عدي dog يأكل أحشاء وال tissue of the sheep goat cat when ingested larvist stage رأس يصير به البتاج أو هاج البروت colics attachment لل intestinal mucosa struvilization لأنكن تيان على النك and leading to maturation to adult womb this take about 6 to 12 months this take about sorry 1 تقريبا to 18 days now عدنا السهم الأزرق يبين لي على أنه sometime the human may become intermediate host ok sometimes the human ingested the egg with contaminated food water finger كل الأحوال حيتناول the egg ممكن اعتبرا intermediate host the egg hatched in a small intestinal tract of a human aty to hexacanth embryo أو l-incrosphere penetrate the intestinal wall inter-sericulatory system and deposition in liver 70% lung 10-20% and inner brain 5% to other organs within kidney bone marrow at that time develop to l-arvest 10-20% the human if the human is an accidental host when ingested contaminated food and water or contaminated waste take the egg of the echinococcus granulosa leading to develop the harvest سيج وحنا نعرف انه الانسان ممكن يصاب بالاكياس المائي the human consider dead and full life cycle يعني من ينصاب الانسان اعتبرها توقف توقف او انقطاع لدورة الحياة لانه المفروض ال dog have no ability to exist to the tissue of a human for complete the life cycle فالطبيعي انه ال final host dog intermediate host sheep حتى الانترميديت host يتناول البيوذ وينمي الارف السيج والدوغ يتناول الشيب والغوت والكتل وينمي الادلتون and complete or continue the life cycle when a human accidental host take the egg and develop larv السيج and come to the dead end of life cycle why لانه ال dog have no ability to exist to the tissue of a human a pathogenesis and the clinical sign of hidatocyst عدي الhidatocyst may become asymptomatic for years لكن هو grow تقريبا 1 mm each month may reach 20 cm and sometimes 30 cm in diameter إذن the clinical signs and the pathogenesis of hidatocyst depend on size and location نحن نعرف أنه 70% location in liver فممكن يسبب نوع من أنواع compression on liver leading to the jaundice bile duct مثلا effect ممكن يصير abdominal pain أوكي hypertension abdominal pain حيكون ليتها العراف حسب location والسيز ممكن يصير باللنغ فليد to hematiasis اللي هو البلد insubutum difficult breathing cheese pain cough fever ممكن يصير بالبراين فالدفر نيرولوجي كالسيمتون and sometimes a rupture of hidatocyst very severe leading to the anaphylactic shock وي لأن الهيدات دي fluid highly antigenic and toxic leading to anaphylactic shock و sometimes detach or distribution of the main hidatocyst leading to the endogenous and exogenous hidatocyst okey فعادت l-clinical sign at the first time silent asymptomatic at that time according to location and size and liver and liver different clinical signs mutamathla بالabdominal pain mass ممكن يصير يصير jondis obstetraction ممكن بالlung cheese pain calf with fever يصير ممكن rast ciputum and presence of blood in ciputum okay in addition to other organs with different clinical signs but when there is rupture and the hidat system شون أشخص الإنسان مصعب بالأكياس المائية أول تشخيص cazony test هو very important في اكتشاف cazony لكن for usually for research we use high data fluid لكن طبعا نعرف هو highly antigenic antiloxic فاستخدم small amount filtration okay تقريبا 0.2 mol of antigen injected in one arm وال other arm اللي هي ممكن انجكتد by normal cell can control after 30 minutes if the patient infected have antibody المفروض إنه when injected 0.2 mol of antigen reaction like red well 5 centimeter with seed body like projections appear without any reaction هذا معناها patient positive and antibody antigen reaction ظهرت بشكل red wall okay اعتبر هذا التست لو sensitivity may give false positive mixed with other own هذا يسمو كزوني تست ال intradermal تست okay other method for diagnosis the infection هو ال high eosinofilia أو we use different serological tests for detection antibody formed against high data cyst ممكن استخدم طريقة الانزيم linked immunosorbent assay or radio immuno assay complement fixation or indirect team agglutination test and latex agglutination test depend on detection antibody formed after time against high data cyst munkin examination cyst fluid for found high data the fluid lebrot capsula lebrot dos colics المفروض for or before surgery المفروض احقن ال high data cyst biforme maline for prevent الانافيلاك shock and kill lebrot capsula and lebrot dos colics ممكن استخدم طريقة histological examination ok after remove cyst ممكن اشوف different layer of high data cyst or uses for diagnosis x-ray ultrasound ايضا for detection high data cyst اذا ايضا ايضا method for diagnosis casonitis اللي هو intradermal test و high eosinophilia serology تعتمل على detection antibody or examination high data cyst or cyst fluid histology او اعتمد على x-ray ultrasound for detection high data cyst قضي عندي different picture for high data cyst مثلا high data cyst in brain ok ثاني picture or slide high data cyst in liver other cerebral high data cyst and then high data cyst in lung treatment most of the treatment of high data cyst is the treatment is the treatment is the prezequental and the pen to the treatment of high data cysts but the surgical removal is the main treatment prophylaxis prophylaxis انه احافظ على personal hygiene not eating contaminated food and water and not contact with contaminated soil prevented dog from eating tissue of the intermediate host like sheep gutted cattle reduction is the right dog يعني احاول انه اسيطر على الكلاب الساربة في اتم prevention ال infection with the echinococcus granulosis now the other one of hydrated هي the echinococcus granulosis الاولى الثانية هي the echinococcus multilocularis disease اللي produce احنا قلنا multilocularis بتسبب كيس مائي لكن متعدد الغرف مثل السلايد اللي تحت اوكي فيسموها يام الفيولر هيدات الدزيز او multilocular هيدات الدزيز يعني امراض الاكياس المائية متعددة الغرف بينما بال echinococcus granulosis يكون unilocular هيدات الدزيز وحيد الغرفة الادلت ووم هي لايك الادلت ووم of echinococcus granulosis لكن يكون اسمو على فقط اوكي الايك هو نفس الايك of echinococcus granulosis السيسمالة هالمار فستيج اولا تكون aliviolar او multilocular متعددة الغرف contain little او نو هيدات الدفلويد without fibrous lian او هيدا الممبرين طبقة خارجية ما بها تكون غير محددة الدستروبيوشن يكون in any location in a human body اوكي ناخد جدول واحد يبين ال differentiated between echinococcus granulosis and multilocularis الدفنitive host بال echinococcus granulosis dog wolf fox لكن بال multilocularis بالدرجة الاساسية هو الفox ثم dog wolf or rod بس المين final host بال granulosis هو dog لذلك تكون more distribution than multilocularis الreservor host شبان كو هنا رؤدت بال multilocularis اللار بس يج تكون وحيدة الغرفة او غرفة واحدة بال echinococcus granulosis unilocular بينما بال multilocularis تكون الفيولة متعددة الغرف multilocular اوكي الادلت قلنا اللي هي smaller هي l-echinococcus multilocularis كون smaller than l-echinococcus granulosis granulosis تصل ما بين 3-6 mm while multilocularis smaller 1.2 to 3.7 mm ال-egg هو the same هو egg التين اللي هو عبارة عن embryo 4 citrate thick wall green oreo and killer surrounding hexacunt embryo organ اللي affected by bichynococcus multilocularis tibdi بالliver with different clinical signs ok موكن jaundice abdominal pain of subtraction بعد lung cheese pain and other organ عادة لكن l-alveolar يكون more severe لين growth in any direction leading to death of tissue and leading to death of human diagnosis diagnosis ممكن اعتمد على biopsy l-ex-ray والc-t-scan وا immunological test for detection l-antibody ama l-treatment هو surgical removal اضافة l-mibindazole for treatment ممكن يستخدم prevention by controlling l-infection of foxes of dog of gut u-ghair ها من l-anions هذه هي دودة الأكياس المائية المost distribution هي l-echinococcus granulosis and l-echinococcus but more severe leading to death هي l-echinococcus multilocularis ترجمة نانسي قنقر